البطولة طبعاً يعني اختلفت الآراء في ناس كتير بتقول البطولة مش أفضل البطولات فنياً في تراجع للفرق الأشهر في العالم في مدارس جديدة بتصعد بقوة التوقعات كانت تعملت تتغير طول البطولة ناس في البداية قادة المكسيك حتكون في الفاينال ناس قالت إن عندنا فرصة كمان تكلموا بقوة عن منتخبنا الوطني وقالوا عندنا فرصة نعدي الدور الأول لكن الحسابات اختلفت وإحنا بنتابع مستوى الفرق والنتائج في البطولة خلونا نتكلم مع زميلنا العزيز كريم سعيد الناقد الرياضي ونعرف منه رأيه وتحليله للبطولة بعد إزدال الستطار عليها بالمباراة النهائية اللي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي ليكرر إنجازه اللي تحقق عام 98 ويكرر هذا الإنجاز عام أيضاً 2018 في نهاية كأس العالم في روسيا على حساب المنتخب الكرواتي الزميل العزيز كريم سعيد نساء الخير نساء خير محمد نساء خير جميع مشاهدين أهلاً بيك قلنا رأيك في البطولة بشكل عام رأيك في مصار أو مشوار ومنحن أداء الفريقين منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا وتقييمك لمباراة اليوم طبعاً احنا بنتكلم على واحدة من أغرب النسخ المنجلس التاريخي يعني طبعاً معظم الناس ما عطلوش كان حد متوقع في السيناريوهات يمشي بالمانجل ده بالنسبة لي النسخة دي تعدت يعني جمال نسخة 80 في المكسيك بس أنا أختلف مع أي حد يقول هي تعدت 78 في فرنسا بالنسبة لي طبقة نسخة 88 في فرنسا هي الأمسع وهي الأحلى وهي الأكثر ضمة للنجوم يعني النجوم 98 دول تحالة 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 تقرروا فيها عدد الفريق يعني هولندا والبرازيل فرنسا في كرواتيا حتى سعيدها كان يغزافيا أعتقد المنتخبات دي صعبة جداً نحن نشطل النجوم بتوحد إزاي في الوقت أصدق أن بطول 98 كانت أعلى فنياً مستوى الكرة ومستوى النجوم فيها أه دي وجهة نظر نجوم الشخصية لا ما أعتقدش أن حد يختلف معاك متهالي كل المتفق على أنه المستوى في 98 كان مرتفع جداً والعدد كبير من المنتخبات كمان ممكن هما الشياب الصغير يعني لم تحقش تماماً صعيم ممكن تجد طبعاً الأفضل لي أنه أكيد البطولة دي تعدد 2002 وتعدد 2006 وتعدد 2010 2014 بالنسبة لفرنسا وطبعاً ما جاءب على السؤال بتاعك منتخب فرنسا مشي يعني في الطبيع بتاعه أي حد متابع الفقوات أو القائمة لعب منتخب فرنسا يقدر يقول أن هي الفقوات دي تقدر توصم لأبعد أبعد الفقوات في المونديال عشان بتتكلم على قايمة من أقوى من أقوى القوائم في الكلعبين كل خطوط بتتكلم على حارس لوريس واحد من أبضل حلوث في العالم الدفاعة للمساكين بتتكلم على أمتيتيو بتتكلم على أفران برشرونا والريال مدريد بتتكلم الباكات المقايمين جداً شوفنا نهاردة هلننزل بيقدم واحدة من أحلى مبارياته حتى بابا فارس برضو أقدم بطولة ممتازة والهدف بتاعه في الأرجنتيني يبقى بالنسبة واجهة نظري الهدف الأحلى في المونديال خطوط مرعب بصراحة تتكلم يعني اللي بيلعب في الملعب متويدي وكانتي وبوكبا وعجبكة بيتوليس ونزوندي يعني خطوط رهيب طب خلينا جوه كلامك المهم ده كريم نسأل عن تفاصيل فنية أكيد المشاهد واللي بيسمعوك دلوقتي حابين يعرفوها أو رأيك فيها هل عندك تمييز لفريق من الفريقين في المهارات الفردية أو في اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة في الملعب ولا شايف أن الفريقين كان عندهم نفس نقاط القوة اللاعبين المميزين أو المختلفين مهاريين أنا دائما بشوف فرنسا اللاعب بتلعب في المونديال ده اللاعب الوقع يعني لشان بتعلم من خطأ الكبير في اليورو 2016 وخصوص مارش البرتغال لما كان بيفتح الجيم جدا وكان ما بيخلص الجيم البدري وبالتالي كان أي مرتاح البرتغال قدر خياته أنه يضحك عليه أعتقد هو النهاردة لايب على الوقعية بشكل كبيرشة الأولاني بنتكلم فرنسا راحت على جون قريبا يعني مرة واحدة اللي خادوا فيها راكت الجزاء وفيه جون هدف عكسي إنما فرنسا تحس إنه حتى ممكن بتهجمش ولكن بتعمل هجمة مرتدة بأفضل شيء كرواتيا على الواقع الآخر قدرت تاخد نص ملعب وده كان الجزء طبعا أن تاخد نص ملعب من فرنسا بفضل المستوى بتاع راكتش ومودريتش وبروزوفيتش بس ده ما كانش أمانة يعني مش كافي عشان طبعا بتقصد فرنسا إن فرنسا مثلا مش كتا هجم مرتدة حشوفنا مبابي بيجري مع ثلاثة وبيزبقهم يعني شوفنا حتى الكرة مع فيدة الراجل بس زق الكرة وفتح سفرينت خلاص فدي مهارات فردية يا محمد طعب هتعمل فيها إيه يعني طعب جدا مدير الفني فعلا يقف آه فروق فردية بقى للاعبين يعني بترجح كفتهم أحيانا هل كانت أقرب من وجهة نظرك للفوز بالمباراة قبل المباراة طبعا آه طبعا طبعا أنا عايز له حاجة أنا في السيم الفاينل كنت شايف إنجلترا على الوراء أحسن من كرواتيا وكان أفضل بس طبعا شوفنا الخطائين بتوع بتوع ووكر وبتوع ستونز المدافعين السيتي بصراحة الخطائين كانوا غراب جدا أنا بالتالي إنجلترا دا فعلا تمام غالي أخيرا لو عندك ملاحظة بشكل عام على البطولة دي أو على المباراة النهائية لفتت نظرك مقارنة بالبطولات اللي فاتت تقولي عنها إيه والله أنا أكتر حاجة يعني لفتت نظري يعني قدرة روسيا على التنظيم وإن هي تدي الفيض بشكل مجاني لعطارين الفان آي دي وهم قدروا بصراحة يقدمون لنا يعني البطولة ممتازة جدا وفعلا بالأمان إحنا كلنا حبنا روسيا زيادة من البطولة دي فتحية بصراحة للمسؤولين في روسيا هم قدمون لنا نسخة دي من دي بالشكل أشكرك جدا لمشاركة معنا في الحوار الناقد الرياضي كريم سعيد شكرا جزيلا لك ونتفق مع اللي قاله كريم دلوقتي في أن الكل الأراء في حالة إجماع حتى المشجعين المصريين على قدر عدم سعادتهم بنتيج منتخبنا هناك أو إحبطهم بالهزيمة في الثلاث مباريات وعودتنا سريعا إلى